شو هو لكم؟ أنا تشيرليدر؟ هو قاطية؟ معقول شعرة؟ طب ليه مش علمي مجنوني؟ الجواب بتلاقوه عني وعنكم مش بس بكتاب البروفيسور والباحث والمؤلف أرثر بروكس وأوبرا وينفري بلد the life you want وأنما أيضا هو متوفر على الموقع مجانا ضمن ما يعرف بتست الباناس وهي بتشكل الأحرف الأولى la positive and negative effect schedule بإمكانكم إجراء هيدا التست المؤلف من 20 سؤال لتعرفوا أكتر حدة مشاعرنا وعواطفنا الإيجابية والسلبية يلي على أساسه نعرف إنه إحنا مقصمين لأربع فئات high positive high negative أو يلي مشاعرهم السلبية والإيجابية عالية فبيكونوا mad scientist أو العالم المجنون أما يلي مشاعرهم الإيجابية عالية ومشاعرهم السلبية منخفضة فبيشكلوا cheerleader أو المشجعين جموعة الشعراء هنه يلي مشاعرهم السلبية مرتفعة ومشاعرهم الإيجابية منخفضة والقطات بيكونوا يلي مشاعرهم السلبية والإيجابية تمانيتهم منخفضين على حد سوى وبهالطريقة منفهم شخصيتنا وفق عواطفنا ومنكون إسنا سعادتنا لنقدر نعيش أكتر تلاقوا بالكتاب أيضا خلاصة خبرات كل من المؤلفين وحلول علمية ليلاقي كل شخص مننا السعادة رغم أقصى الظروف إذا ارتكزت على الأعمدة الأربعة التالية العيلة، العمل، الصدقات والإيمان